موسيقى بحضور أستاذة الفلسفة في جامعة القاهرة الدكتورة هالة فؤاد أقامت مؤسسة عبد الحميد شومان محاضرة ثقافية بعنوان مأزق المثقف العربي مع السلطة تفاصيل أكبر أشمل بهالتقرير موسيقى أقامت مؤسسة عبد الحميد شومان محاضرة ثقافية بعنوان مأزق علاقة المثقف العربي مع السلطة بحضور أستاذة الفلسفة في جامعة القاهرة الدكتورة هالة فؤاد وقالت الدكتورة هالة في محاضرة ترأسها الدكتور زيد حمزة أن المثقف العربي ما زال ينظر إلى ذاته بوصفه ذلك الكائن المتميز جدا والمطحون بين سندان السلطة المستبدة بكافة تجلياتها ومطرقة العامة الثقيلة الأشياء لا تنمح لا السلطة الدينية حتمنحنا حريات التأثير ولا السلطة السياسية حتقبل بأن نتجاوز الأسقف الأساسية ده طبيعة السلطة يعني إيه سلطة يتصوروا مثلا لو قلنوا أبويا السلطة الأبوية دي قال لي اتفضلي عملي كل انت عايزة أبقى خلاص يبقى زالي السلطة بطبيعتها تضع قوانين ولا ينبقى وليها ساقف ولا ينبقى التجاوز اللي بيعاني الساقف مش السلطة ولكن من يقوم وأضافت أن هذا المأزق يتحدث عن ثنائيات ظننا أننا تحررنا منها ولكنها هي ذات المأزق الكلاسيكي الذي كان موجودا في العصور الماضية إذ أن المشهد التاريخي ليس منفصلا عما يحدث في الواقع العربي الراهن فما نزال نعاني هذه المأساة للمثقف الذي يعاني وضعية الضغط تحت سلطة مستبدة في تجليات متعددة كانت محاضرة الدكتورة هالة فؤاد مختصرة مفيدة وفعلا ينطبق عليها خير الكلام ما قلة ودل ولكنها كانت عميقة جدا جدا حيث استعرضت العلاقة ما بين المثقف والسلطة منذ قديم الزمان وجاءت على ذكر عدد كبير من الأدباء ومن المثقفين في العصور الغابرة وتحدث كيف كان أعمالهم الأدبية وأعمالهم السياسية وأعمالهم الفكرية وكيف كانت علاقتهم مع السلطة على اختلاف تسمياتها في مختلف الأزمان المحاضرة اليوم كانت مهمة جدا لأنها تعطي تصور كامل وتساؤل عن كل دور المثقف في علاقته مع السلطة والعلاقته مع السلطة ليس فقط السلطة السياسية علاقته مع السلطة بشكل أنها سلطة سلطة المعرفة سلطة الدينية سلطة سياسية وبعلاقته مع كونه هو سلطة بحد ذاته وأشارت الدكتورة فؤاد إلى أن المثقفة يعمل أحيانا من أجل أن يدافع عن توازنه العقلي في عالم عبثي بامتياز وفي الحقيقة أننا نلملك إجابات وعلينا أن نكف عن التعاطف مع أنفسنا على أننا في مأزق بين سندان السلطة ومطرقة العامة بحيث يمكن أن يكون لدينا مطرقة نصنع بها تاريخنا ونكف عن هذه الأوضاع الزائفة ترجمة نانسي قنقر